خلي بالك أنا أي خبر له علاقة بنشاط يعني السياسة الخارجية لمصر بيدفعني للتأمل احنا كنا فين وبقينا فين لما نيجي نفكر النهاردة انه كان من الصعب نتخيل ان مصر يكون لها دوائر تأثير ونفوذ في دول مختلفة وفي قارات مختلفة وفي مساحات غير تقليدية يعني احنا طول عمرنا مثلا باستثناء طبعا فترات تاريخية محددة بس في المجمل لما تجي تبص على العلاقتنا بأفريقيا تلاقي ان احنا يعني بعاد شوية او ما نحناش يعني متداخلين او متشابكين مع الملفات الافريقية قوي ودايما يقولك مصر في حتة تانية مع ان احنا يعني جزء من القارة الافريقية لكن دايما ما كناش متشابكين مع الملفات الافريقية بشكل كبير وكان اخوتنا او اهلينا او اشقائنا في الدول الافريقية دايما عندهم الشعور ان مصر يعني دولة في مكان مختلف كده اه جغرافيا احنا كلنا في قارة واحدة لكن القلوب تختلف والاهتمامات تختلف والتحديات متبعدة جدا النهاردة مصر بتكلم من مكان تاني بتكلم من زاوية مختلفة لو حضرتكم تفتكروا في الكام سنة اللي فاتت لأنه دايما الشغل في العلاقات الخارجية مش وليد اللحظة وما هو الشغل اجتماع أو شغل قمة واحدة أو شغل يوم وليلة ده الشغل اللي بتفضل أنت تراكم عليه وتبني عليه لسنين طويلة احنا بدأنا بخطوات مهمة بدأنا بتواصل مع الشباب الافريقي في الدول الافريقية المختلفة بدأنا أن احنا عملنا من خلال مثلا منتدى شباب العالم عملنا أكتر من جلسة وأكتر من تيمة وأكتر من اهتمام أكتر من تصليط للضوء على القضايا الافريقية جبنا الشباب الافارقة وقعدنا معاهم وتكلمنا ونقشنا التحديات ونقشنا القضايا المختلفة وفتحنا الجسر للتواصل بيننا وبينهم وبالتالي اختلفت الأمور شوية ده غير بقى العام اللي ترقصت فيه مصر للاتحاد الأفريقي وساعيتها بقى بزلت جهد كبير جدا وزقت ملفات كتير جدا كانت عالقة وأتصور النهاردة أنه بانطلاق القمة 36 الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية قديسة بابا أتصور أن ده استكمال للبناء على حاجات كتير مصر كانت فتحتها وملفات كتير طرحتها على الطاولة لما كانت مصر بترقص للاتحاد الأفريقي زي منطقة التجارة الحرة ما بين الدول الأفريقية زي لما كانت مصر بتدعو باستمرار لضرورة تشجيع التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض زي ما كانت مصر بتتكلم على الأمن الغذائي وتحدياته في القرى الأفريقية وكأننا كنا بنستشرف ملفات كتير أو بنبص بصة كده مستقبلية على ملفات كتير طرحها نفسها دلوقتي بشكل قوي جدا يا حسين زي موضوع الأمن الغذائي مثلا طبعا وخاصة بقى إن احنا في أعمال القمة العادية 36 دي عندنا فيها تحديات ضخمة للغاية طبعا بذلك طبيعة الظرف العالمي وخانيا نقول كمان ونفكر حضراتكم أنه مصر تلقست لجنة أنيباد وأخذت طبعا الرئاسة من أنجولا رئيس بول كيجامي وتسلمها منذ أيام قليلة رئيس عبد الفتاح السيسي ودي أيضا معنية بكل ما يتعلق به التنمية المستدامة في إفريقيا وبطبع مع كل مؤسسات الإفريقية الفعالة في شرق أو غرب أو الكوميسة وغيرها من التحالفات والترابطات الاقتصادية في القارة السقمة كمان هتنعقد لعدة أسباب متعلقة بمكافحة تغير المناخ التغلب بعد تحديات الأمن الغذائي كانت فيه طبعا دعوات مختلفة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية والحقيقة كله دلوقتي بيدور على شركات استراتيجية خاصة كمان في العلاقات البينية في القارة الإفريقية لأنه عندنا أزمة غذاء وعندنا تحديات كبيرة وعندنا كمان جفاف بيضرب بعض أنحاء القارة تغير مناخي بيؤثر كمان على الأمن الغذائي بشكل وبآخر وبالتالي التعاون في مجالات التنمية المختلفة قد تكون ضرورة قصوى هذه الأيام خاصة في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والبنية الأساسية ومصر أيضا عضو فعال وشريك في ذلك وكنا طرحنا محضراتكم أبلي كده طبعا موضوع سد جوليوس نيريري وعرضنا الاحتفالية وقد إيه الشعب التنزاني كان سعيد بحاجة ذلك كده فطبعا ده أوهد طبعا من ضمن المشاهد المهمة أوي وانت فكرتني فعلا بحاجة بتعبر على قد إيه برضو مصر قطعت أو عملت اختراق كبير في علاقتها بالأفرقى ويزال نحتاج مزيد من الجهد خاصة بقى أن الكل بيواجه التحديات وعايزين ينفذ أجندة إفريقيا 2063 اللي بتواجهها برضو تحديات جسيمة للغاية في ظل الظروف العالمية الحالية نحن عندنا كمان مشاركة 35 رئيس دولة ورؤساء حكومات في قمة الاتحاد الإفريقي فان شاء الله هنروح كمان بتحليل أكثر دقة وأكثر عمقا في خلال فقرتنا النعار دهيب لأن ده فعلا موضوع مهم جدا يا حسيم اشتركوا في القناة